يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشترى رجل من آخر بضاعة بمبلغ من المال ثم أراد المشتري بيع تلك البضاعة فلما علم البائع ذهب إلى المشتري وقال أريد أن أشتريها منك لأكثر مما أعطيتني في المرة الأولى وسأعطيك الثمن بعد مدة فهل يجوز هذا البائع؟ نعم إذا كان ما بينهم اتفاق من قبل تواقع على هذا فلا مانع إذا كان اشتراها وملكها قبضها ثم أراد أن يبيعها وجاء البائع الأول فلنبشرها بثمن أرفع من الثمن الذي بعته هذا لا علاقة له بالبيع الأول لا في مانع إلا إذا كان فيه مواقع فحيلة هذا له جوز نعم